مرد هبوط القلب لكن الحقيقة على قد ما أنه مرد هبوط القلب ممكن يؤدي إلى الوفاة ولكن يمكن التنبؤ بي وعلاجه في أوقات مبكرة جدا خلينا نعرف إيه أعراض مرد هبوط القلب إيه أسبابه إيه اللي ممكن يكون في إدينا أن نحن نقدر نعالج الحالة دي سريعا وبطريقة أو بشكل مبكر جدا هجوم معنا نهاردة الأستاذ الدكتور أحمد مجدي أستاذ أمراض القلب بمعهد قومي للقلب سبع خير يا فتن سبع خير دكتور أحمد طبعا مرض هبوط القلب هو مرض منتشر جدا في مصر ما بين المصريين لكن في معلومات بتقول أن مرض هبوط القلب هو اللي بيسبب الهبوط المفاجئ هل الكلام ده صحيح؟ ولا المعلومات دي خاطئة تماما؟ لا هو الهبوط المفاجئة بيبقى غالبة ده هبوط في المقصود بيه دورة دموية نعم مثلا سيمبل فنت واحد مثلا أو واحدة بذلك يكون ضغط يوطى نوع إغماء يعني؟ أه زي كده أو يعني من أول هي تبقى سيمبل فنت الأغماء البسيطة لغاية هبوط في الدورة دموية نتيجة أنه الفوليوم أو كمية الدم اللي رايحة للقلب مثلا قليلة وبالتالي هو تعريف في بوط القلب أنه هو عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية رينج اللي هو الكافي لأنسجة الجسم في وجود حجم دم طبيعي رايح للقلب يعني القلب رايح له دم عادي لكن مش قادر يدخ غير واحد نتيجة للضغط واطي أو اللي مشربش سوائل أو فقط دم مثلا في حدثة أو وطفة أو أي حاجة فالدم مش رايح كفاية للقلب ففيه هبوط في الدورة دموية فده حاجة وده حاجة ده حاجة وده حاجة طيب أعراض هبوط القلب يا دكتور بتكون عاملة زي وبتبتدي مثلا قبلها بقد إيه في الوقت يعني فيه أنواع من هبوط القلب لكن ببساطة لو قلنا مثلا هبوط القلب ده ممكن ييجي بصفة حدة يبقى ده هبوط حد في القلب وده إمرجنسي طوارق وفيه واحد تاني عنده هبوط مزمن في القلب فبالنسبة لهبوط الحد في القلب واحد ممكن ما كانش عنده شيء قبل كده وهي جالوا مثلا دلطف شريط تاجي أو جالوا يعني حاجة يعني أي حاجة عملت خلال بوظائف القلب فيحصل ده القلب مش بيدخ الدم كفاية فهيجمع في الرئة فالناس يسموه لهو مياه الرئة هي مياه الرئة يعني هبوط حد في القلب بس باللغة المصرية أو اللغة الدارجة فده يحصل في مريض ما كانش عنده حاجة قبل كده زي اللي بيجي له هارت التاج بدون أي سبب نوبة قلبية أول مريض كان عنده برضو القلب قبل كده عنده هبوط في العضل القلب أو اختلال وظيف القلب لكن حصل أكيو اكسسير بيشري حصل فجأة القلب فجأة ضايف زيادة أو ما سوقف الأدوية أو حصل له أي شيء فخلى الهبوط يبقى حاد ونوع تاني كورونيك مزمن هبوط في القلب من زمان وليه أسباب كتيرة جدا من أول أكتر أسباب عندنا هتبقى قصور الشرير التاجي واحد جات له جلطة في القلب احنا عندنا ناس شباب صغيرين لأسف ما هو دي محصلة لأشياء أخرى إذا مثلا عندنا تصلم الشرير التاجي بيجي في السن الصغير عندنا نتيجة حاليا بتقول لي اللي هو التربؤ المبكر اللي بيشربوا اللي هو مدخنين وعندهم ضغط الدم عالي عندهم بقول السكري وعندهم يجي له هارت التاج نوبات قلبي النوبات القلبية للأسف مش بنظن نفتح الشرير زي ما العالم بيعمل كله خلال ساعة فنسبة كبيرة جدا خمسي في مية بيحصل لهم ضغف عدد القلب فده تدريجيا بيمر بيتحول إلى مريض لبوت القلب فده بيكلفنا أنه هو طوام مريض مثلا في سن صغير ثلاثين سنة أو أربعين سنة وفقد قضيته على العمل النتيجة أنه هو في الأول ما منناشل هارت أبتاك نوبة القلبية فقدت لبوت في القلب من أهم أسباب هي الشرير التاجية سواء بجلطة في القلب أو قصور مزمن في الشرير يعمل كده فيها أسباب تانية أنه يكون في ضعف في عدد القلب نتيجة المرض في العضل نفسه وفيها أسباب أخرى باعتبرنا بلد فيها روماتيزم على القلب من زمان فبرضه عندنا للأسف الحلاب ممكن بتتشخص وتأخر فيحصل أنه هو العضل القلب أو أول ما المريض يعمل عملية كل العضل ضعفة وهو روماتيزم القلب يا دكتور ده ليه إحنا مشهورين بالمرض لأنه هو الروماتيزم القلب مرتبط به اللي هي التلوس البيئة أو اللي هو الوسائل الصحية قليلة فتخيالي أنه هو كل حاجة صغيرة بتؤدي لحاجة كبيرة بعد كده نتيجة التهابات اللوز في الأطفال الصغيرين فبيجي لهم روماتيزم على القلب ممكن ما يظهرش إلا عدد سن مثلا عشرين سنة وبعدين المريض حتى ما يتشخصش بتشوف مرضى يبقى عنده ضعف أو تلف الصمامات ما يعرفش أو مثلا عارف أنه عنده تلف الصمامات لكن ما عملش العملية في الوقت المناسب فدخل في مبوط القلب يعني نحن عندنا أكتر من تشاعب في الموضوع منه هبوط في القلب مزمن اللي هو بيحصل في أوقات كتيرة من العمر ومنه الهبوط المفاجئ اللي هو بيبقى زي جلطة يعني في القلب وده طبعا بيبقى التصرف فيه بيبقى صعب لأنه على طول بنتلع على المستشفى يعني صح بس هو حالات دي كتكبير لكلام حضراتك أنه هو حالات كتيرة من هبوط القلب دايما أقول للنواب اللي عندي أو مساعدين وكده دايما اللي عنده مية الرئة ده استبعد أنه هو ما عنده دي مش سبب هارت أتاك نوبة قلبي أنه حاجة بتطغي على حاجة لما واحد مش عارف يأخذ نفسه ويأخذين عنده قليل فهو مش يحس بقلب صدره وهو أصلا مش عارف في التنفس طب وإيه تاني الأعراضي يا دكتور يعني ممكن الواحد يحس بإيه لو هو مقدم على هبوط في القلب يعني هل مثلا بيجي مثلا نغزة في الدراعة في الرجلين في الظهر يعني اللي بيحسن اللي هو بقى يعني الواحده كهبوط القلب ففيه اللي هي نيويورك هارت أسوشيشن والكنيدي الكاردفاسكا سوسايتي مقسمينه من حوالي 30 سنة إلى أن هو واحد بيحس بضيق في التنفس أربع مراحل إكسر أوردينري يعني ما المجود زيادة يتعب بيجيرون هجان أو قدر على عمل مجود هجان أو مثلا هو ضعف وبعدين اللي هو بيحسن الأعراضي بتحصل عند حتى المجود الأوردينري إفورت المجود العادي وبعدين المجود اللي هو أقالي من العادي يبقى ده جريت سري وبرضو يتعب وين يبقى ده جريت سري يبقى ده متقدم وبعدين اللي بينهج أتريست بدون أي حاجة يبقى ده كلاس فور فهم نسمينهم من زمان كده اللي هو المزمن جهن من 8 سنين تريبا قسموا هبوط القلب بيجباعة على حسب بس اللي هو أعراض لأ ده بدأ زي ما حداك بقى بتقول إنه هو إيه البداية منين فقالوا إنه هو مراحل المرحلة بقى مش كأعراض المرحلة يقول إنه هي إن فيه ريسك فاكتوز يعي فيه عوامل مؤدية لحصول تصلف الشرايين أو ضعف في العضلة وبعدين المرحلة التانية إنه قريدي فيه ضعف في العضلة بس الإنسان ما يعرفش وبعدين المرحلة التالتة إنه هو الإنسان بدأ يعرف لكن مش جسمه منفخ ومفيش مايا كتير في الجسمه بتاعه المرحلة الرابعة بقى اللي هو عنده كل الحاجات دي عنده حاجات قدت للهبوط وعنده أعراض وعنده أوريدي لما يعني مليفستيشنز أو عنده مظاهر المرض وكمان خلاص بقى كونجيسف هارفية بيسموه بقى هبوط احتقاري في القلب اللي هو بقى القلم مش بيدخ الدم بقى دفش السيركي بقى الدائرة بغلق مش بيدخ الدم كفاية أوريدي عنده دهجان ومعندوش قدرة عباس المجود والدم اللي مش يتدخل قدام ده بيتجمع وراء أول محطة اللي هي الرئة بينها البرحلة اللي وعديها الكابت وبعدين يبقى فيه مياه في البطن وبعدين مياه في الرجلين استسأى يبقى ده بيسموه ووتر لوجد بقى فيه مياه كتير طب يعني يا دكتور مفروض الواحد يعمل إيه عشان يعني يقي نفسه من الدخول في المشاكل دي يعني مفترض أنه من فئة من سن كام نبدأ نعمل تست أو اختبارات على جسمنا وإيه الحاجات المفترض نعمل عليها اختبار عشان نقدر نقل نفسنا من المرض ده إذا قلنا مثلا إحنا معدناش طبع أرقاب محددة قوي زي مثلا أوروبا وأمريكا ولكن مثلا إذا قلنا أن أمريكا مثلا الإحصائيات بتقول أنه هو تلت الوفيات من أمراض القلب هي بسبب هبوط القلب أن عندهم مثلا في أمريكا مليون حالة كل سنة بتتشخص وعندهم مليون حالة بتدخل المستشفى وأنهم بيصرفوا بسبب البلد ده حوالي مثلا 130-140 بليون دولار سنويا سواء من الادميشنز المريد بيدخل أو أنه هو بيتعالج أن فيه أدوية حاجات زي كده وبالتالي البروبلم كبيرة جدا نعرف بقى هم عملوا إيه مثلا عشان أولي اللي احنا برضو مفترض بنعمله إنه هو الأسباب اللي احنا عارفينها بتؤدي لفوط القلب إن احنا بتصالب الشرايين الحاجات اللي هي بسلا سمامات القلب حاجات دي يجب تتعالج لكن نفترض الحاجات دي موجودة فالمريد مجرد إذا شعر بديخ في التنفس بيراجع الدكتور الدكتور بيمشي ستيب باي ستيب من أول التشخيص إنه هو مثلا بيعمله مجرد رسم القلب بيعمله موجات صوتية بيعرف شكل القلب يعمل إزاي بيعمله فحوص القلب بيتأكد إيه المشكلة إذا كان حاجة ريفيرزي والحاجة ممكن نخليها يعني حاجة منعكسة قبل ما تتحول تبقى حاجة غير قابلة في ديوقتي حتى في التشخيصات فيه تقدم كبير جدا في آخر مثلا عشر سنين فيه تشخيصات فيه مثلا بايو ماركرز أو فيه حاجات كيميائية بنرصودها في الدم نعرف إن فيه موت في القلب ولما دي بتكون بتقلم على كأنه هو بيستجيب فيه علاجات جديدة كتيرة جدا جديدة دكتور علاجات كتيرة خالص ممكن ممكن إيه يعني نقول إنها بتقلل من خطر الإصابة ولا ممكن تلحق لا لا فيه خطر الإصابة نحن مثلا بنكنترول تاني ما ينفعش المريض يكون بيدخل ولا ضغطه يكون عالي ولا يبقل سكري مش كنترول ولا لعنده كونستيرول عالي ولا لأوفرويت كل وزنه زيادة كل دي كلها ممكن نقل لو بقيتها ساحيين فيها أكتر مش هنوصل لمرحلة دي أو مش هنوصل لمرض وعلى دي الفحص الدوري ممكن واحد يكون هو زي ما قلت حكب تأسيب اللي هم الأربع مراحل مراحل أولا أو التانية إن عنده حاجة قريدي في القلب حصلت لكن ما يعرفش فالكشف الدوري نعرف من رأس بالقلب من الكشف من الموجات الصوتية من الحاجات دي كلها نعرف إذا اشتاك بقى بكده فلازم يروح دكتور بمتخصص في القلب ما ينفعش نوع دكتور طبيب عام بيشوفه لأن هي بتفرق جدا أنا يمكن دايما نقول المقولة دي إن هو مثلا من مئة عيان جايين معهد القلب أو أي مستشفى منفخين وعندهم وجسمهم ورم وعندهم هو في القلب ومعتبرون أنه اندستيج إن دي حاجة متقدمة جدا في بعضهم ستيل إن هو مش اندستيج ولا حاجة إن لو صلحنا حاجة معينة يتصلح وده في الطب بعرفوها من حوالي 20 سنة بيسموها الهايبرنيتنج مايوكارديم يعني إيه هيبرنيتنج يعني بياد شتوي يعني بس القلب مش بيدوخ الدم كفاية عشان الشريان مقفول نيجي نفتح الشريان الأمور تتحسن ولو بنسبة 50% نعم مش بس نوعه بيعالج كعلاج روتيني إيه اللي احنا شايفينه لأ كمان يدور على سبب لمن كل مثلا عشرة عندهم هوت قلب إندستيج وكل شوية في الراية مركزة منهم مجبوعة في سبب ممكن نتلافها في مجبوعة لو عمل عليك حديث زي مثلا تركيب فيه منظم اللي هو السلاسي بلاءه نوعه بيحسن عضلة القلب فيه مثلا أدوية معينة استجدد بتحسن عضلة القلب الأدوية القديمة خالص هي مثلا مدارات البول والحاجة اسمها الديجوكسين وحاجة زي كده ما بقاتش دلوقتي حتى من اللاينز في العلاج في أول مراحل من هبوط الألف لازم الواحد يبقى فيه يعني فهم للموضوع وكيف يفكّل العالم وإزاي الدنيا ماشي زي كده والفئة العمرية تقريبا في مصر هنا اللي بتتعرض لهبوط المفاجئة في القلب تقريبا من سن كامل إذا قلت لحضرك مثلا إذا قارنا ببرة برة الفئة العمرية عندهم هبوط الألف فوق الخمسة وستين فوق الخمسة وستين لأنهما نتيجة قصود الشرايين أو حاجة ضعف العضلة إحنا عندنا هنا يمكن تحت منهم بعشرين سنة لأ مش معقول لأن عندنا الروماتيزم على القلب مازال موجود فالروماتيزم على القلب ده بنشوف حالات كتيرة جدا أنهو طب نقي أطفالنا إزاي من الروماتيزم القلب عشان ما يوصلوش لسن العشرين سنة ويبقى عندهم هبوط في المفاجئ يبقى هنعالج الحوم الروماتيزمية طبعا الحوم الروماتيزمية رغم نقلت عن مثلا من عشرين سنة من ثلاثين سنة وبقى مكانها دوقتي الشرايين التاجية وكده لكن الحوم الروماتيزمية مازالت موجودة إنهو مثلا التهابات الزور المستمرة اللي هي أوفر كراودينج الواحد يبقى عالف فصل مزدحم جدا أهم حاجة هو لو جاء له التهاب في الزور يتعالج فارغة في نفس اليوم إذا كان مثلا دكتور بيشوف الدكتور الأطفال بيبدأ له مواضعات حيوية التهاب الحل يعني؟ التهاب الحق اللي هو نازلة البرد اللي هو بيسمون بيكروب السبحي آه بس ممكن أحيان تبقى فيروس لكن اللي هو التهاب اللوز بالذات والفارنكس أو اللي هو الحل ده يقى بيكروب السبحي فالأول ما يصاب به يتعالج اللي هو إذا محتاجها تتشال تتشال فدي كلها تؤدي كده حاجة تانية اللي هو اللي هو بالسمرار فيه بيكشفوا أطفال المدارس يعني فيه مثلا طالب يبقى داخلين مثلا كلية الشرطة أو داخلين الجامعات نكتشفين عنده صمام عليه لغط ومحدش يعرف فهي كاشف الدور ده وقت الدكترة في كل حتة يعني أماكن الكاشف ممكن على صحة مدرسية أو عند طبق في المتشفيات فالمتابعة الحاجة زي كده خلينا أقول حاجة أنه هو فيه تطور كبير جدا في هبوط القلب مثلا أخر مثلا سهتين ثلاثة كان لازم زرع قلب وحن حتى عندنا مشكلة هنا أن زرع القلب مثلا في مصر لسه قوانين بتاعته وحاجة زي كده ففيه دول أو فيه بقى تقنيات حديثة أنه هو غير اللي هو منظمات ضربات القلب وغير الأدوية وغير الحاجة وزرع القلب برضو موجود لكن بقى فيه جهاز هو خارجي ممكن بيستعيد أنه هو يعني بيسموه اللي هو الجهاز اللي هو تعويدي كان هو ده قبل كده بيستخدمه هو لما المريض يعمل جراحة القلب أو زراحة القلب بينظم له عملية الضخ آه اللي هو بيسموه الفيت أو اللي هو فيتريكو أسيس ديفايس بيستخدم يأخذ الدم بالعضلة يضخاف الأورط فده كان قبل كده مدة عمر وصل لست شهور دهوقتي وصل لست سنين حلو جدا فالتقنية أنه هو ده يمكن هيريبليس زرع القلب زرع بنتي عايزة كاديفر عايزة بسلا شخصي يكون هو توفى وناخد بالقلب منه ففيته ورفي كل حاجة حتى القلب نفسه استبداله طب ده غالي يا دكتور بقى غالي موجود بره بس مش موجود طبعا في مصر لا ما دخلتش مصر بس هو دهوقتي حتى في الدول اللي حوالينا زي السعودية في أوروبا كلها فالأجهزة دي بيتموجود هي بس عايزة طبعا عناية عشان ما يحصلش تلوث من الجهاز أدوية معينة بس ده فيه تقنية بتاعته بسم رب تتحسن ففيه حاجات كتيرة جدا في علاج عضا وده بيكون من بره يعني خارجي اه زي بيلبسوا كتا فيه أدوية استحدثة احنا كنا لسه في الامريكا هارت أسوشيشن ليهائة القلب الأمريكية وفيه أدوية طلعة جديدة يعني حتى دي هتبقى في لولينك في باص قريب اكتشفوا ان دي بتفرق خالص فيه علاج عضا القلب اللي هي لما ضافوا حاجة اسمها الفالزارتان مع النيبرولايزين اللي اتنين دول مع بعض فحسنوا عضا القلب فيه أدوية اللي هي بس ما كانتش مستخدمة انا برأي انه أهم حاجة في علاج فبوط القلب ان احنا نمشي بالقواعد الأشهدية ان هو لو لازم الدكاترة يبقى عارفين اللي هي ستيب باي ستيب اللي هو خطوة خطوة بنعالج ازاي حيات فبوط القلب وإيه الأدوية اللي هو مثلا نبدأ فيها كل مرحلة لو احنا مشينا بالقواعد دي اللي هي بطلقها اليوروبيا السوسياتي في الكارديولوجي اللي هي هيية القلب الأوروبية والأمريكية لو احنا عرفنا بيها اللي هو دي بتحسن الاوتكم او النتيجة في حيات فبوط القلب وخالص الفئة العمرية احنا كلمنا من سن 20 سنة هنا عندنا في مصر بسبب الروماتيزم القلب احنا أقل 20 سنة اه عندنا يعني الأفرج 40 لكن هي عندنا اه في ناس بتوصر عندنا خمسة سنة اقول لحظيك حتى حالات هي العيوب التكونية للقلب عندنا حيان بتشخص بتأخر لما مريض وليدي يكون عنده فبوط في القلب فده مش موجود خالص برا اللي عنده مثلا عيب خلقي بركب بيعمل عملية في أول ستة شهور نعم الفئة العمرية خلاص اتكلمنا عنها بس يبتوني موجودة اكتر يعني مرض ده بيصبي اكتر الرجال ولا النساء والله هي ما فيش يعني حاجة محددة لان هو كل مرض يعني هو مرض عام لا لان هو قصور الشريان مثلا اكتر في الرجال شوية من غاية الفئة العمرية السمنباط مثلا وكده اكتر في الستات برضو في انواع من هبوط العضل القلب لوحديها العضل القلب الاتنين زي بعض فهي احنا متشوف حالات كده وكده لو حد عندي في البيت لقدر الله تعرض لأزمة من الأزمات دي مفترض ان انا ايه الخطوات اللي بعملها دايركت او على طول اول ما حس ان الشخص اللي قدامي بيمر بهبوط مفاجئة في القلب هو اللي بيبوت هو ما يعرق اللي هو هبوط حد في القلب فجأة القلب فقط قدرته كعضلة يدخ الدم فعلى طول الدم مش يروح لقدام هيرجع الوراء بيقولوا المريب بيبقى غرقان في الافرازات بتاعه بيسموه دراون ده لازم على المستشفى على طول لانه هو وده ستبقى ستبقى في المستشفى بدلوا مثلا مدرات البول يدلوا اكسجين يدلوا ادوية تقلل افتر لود او اللي هو دورة دموية تتحسن ما استجابش بيحطوه على جهاز تنفس الصناعي ما استجابش بيحطوه له حاجة البول مثلا مش نازل عنده بيعملوا حاجة اسمها الترافلتريشن فهي الهبوط ونستبعي ونعرف سببها هم دول اللي لازم محتاج مجلس ده بيخد وقت بقى دكتور طبعا ده منتس الوقل دي معا تفرق لان هو واحد محنوق الاكسجين عنده ناقص جدا لان كل الرئة بدلا فيها اكسجين مية هي كلها مية فهي دي اللي هي محتاجين نعرف سببها وبعض الحالات دي بتبقى عبارة عن يعني جلطة بس ايه ما جاتش على هيئة ان هو ألم في الصدر هي ماسكت او اضغطت بالنهاجان الشديد بس ده حتى اسمه الهبوط المفاجئ يعني حتى الانسان نحبش ان هو يوصل لكده لكن فيه طبعا فيه انواع الواحد ما كانش عنده اعراض خلصة بكده وفيه نص الناس عندهم حاجات بس مش واخدين بالهم مش واخدين بالهم او راحوا مثلا لدكاترة مثلا ما دلهمش الاهتمام الكافي او كده فواحد عنده مثلا هوت مزمن في القلب ومش بياخد العلاجات الكافية من وقت للتاني هاجيله حالات حده وتروح وترجع النسبة امريكا يمكن بيحسابه باستمرار هي نسبة الرئي ادميشن ان هو المريض يدخل المستشفى كذا مرة ان هو فهبوط القلب دي هي اكتر حاجة بتؤدي الرئي ادميشن في العالم كله ويمكن بتمثل حوالي خمس الحالات اللي في الطوارئ في امريكا هبوط القلب فهي في حاجات المريض مكانش عنده حاجة قبل كده فبيجي فجأة الحالة وواحد بقى مريض كان عنده هبوط في القلب او عنده قصوف الشريان مسدودة وعنده مثلا جلطات في القلب طب ما هيجيله جلطة تانية او المراد هي تعمل تأكل جزء بالعضلة القلب تاني طب ليه دكتور بلما بنشوف ناسة عصابت جدا او جلها يعني انفعلت جدا ممكن يحصل لها خفاضة هبوط في عضلة القلب لا هو في مرادة كتير بنشوفهم يفتكرون عندهم هبوط في القلب عشان عنده ضيق في التنفس وكتير من دول بذات مثلا ستات وعندهم عندهم حاجة اسمها بس التنفس مش عارف تدخل النفس لجوة تحس ان هو فدي حاجة فبنكتشف على طول ان هي ضيق بنطم المريض وكده وبعد ما عملنا نهو مثلا فحوص وخلاص لكن المريض اللي هو عنده ضيق في التنفس يجي بنحسب انهو يطلع عند عند دور واحد سلم بينهك او عند دورين سلم بينهك مش قادر يقف يبقى هنا لازم نروح نعمل شاك او او بيمشي مثلا عشر دقايق بيضطر ينهك خمس دقايق بيمشي بينهك او مثلا بيجي نام على ظهره بالليل لازم يقوم عشان موطعم بالليل او المريض هو نايم فبالجرافتي هيبقى الدم هيجمع في الرئة فلازم بيرفع البخدات فلو نحس ان هو عنده ضيق في التنفس مع الجوت او مش بيسموه ارتوبنيا مش قادر ينام على ظهره مش قادر ينام على ظهره بيحس يعني بواجع لا مش وجع مش قادر ينام على ظهره فممكن دي نتيجة المسلا وزن زيادة وممكن قوي دي بسبب انه فيه هبوط في القلب اللي هو نايم فالدم بيجمع الرئة فبينها نعم مشكورك جدا يا دكتور وربنا ما يجيبش حاجة وحشة أبدا لأي حد ويادي الصحة وسلم كل الناس مشكورك جدا على وجودك معنا النهار دكتور مشاهدين كان معنا الدكتور أحمد مجدي أستاذ أمراض القلب من المعهد قومي للقلب وزميل الكليل البريطانية مشوفكم بعد الفاصل اسم كاملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد استنونا